عزيزة طلاب الصف السادس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هنحل النموذج الاسترشادي السادس في ملحق الامتحانات والاجابات وكده هيبقى فضل لنا نموذج واحد بس لنموذج السابع اولا سؤال التعبير اكتب دعوة لزميل لك تدعوه فيها لحضور حفل نجاحك الدعوة طبعا هعملها زي دي هعمل مربع وهكتب فيه صديقي العزيز اتشرف بدعوتك لحضور حفل نجاحي وذلك يوم شحدد يوم الساعة وحط نقط بمنزلي او بالمدرسة وتفضل بقبول فائق الاحترام وعمل المرسل ومش هكتب اي حاجة تمام ده الشكل بعد كده ده التعبير الوظيفي بعد كده التعبير الابداعي اكتب في موضوع واحد مما يلي ومسهلك خالص الموضوعات قمت برحلة مع زملائك في المدرسة اي رحلة صف ما شاهدته ما اعجبك اكتب لينا ايه اللي شفته في الرحلة وعجبك فيها ايه الموضوع التاني اكتب حكاية اكتب حكاية حكاية قرأتها او استمعت اليها واعجبتك يعني حكاية معينة انت قرأتها او سمعتها من حد وعجبتك اكتب لينا الحكاية دي يعني تقريبا هو سيبلك التعبير مفتوح يعني بعد كده عند الكرؤة متحررة المحتوى الدول في الحيوان من اغرب الحيوانات وازكاها يعيش في البحار معتدلة المناخ او الحارة يأسره الصيادون الذين يريدون تربيته وهو صغير ثم يدربونه على العاب الخفة مما يجعله قادرا على ان يتقلب في الهواء حتى ان بعضهم وجد فيه وسيلة ناجحة للرزق واذا احسنت تدريبه كان غواصا ماهرا ينقل العدد والالات مع العلماء لاكتشاف عالم البحار تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسات مضاد قادرا صادقا عاجزا ضعيفا مضاد قادرا عاجزا مفرد العدد العداد او العداد العودة مفرد العودة العودة ضع علامة صحة او علامة خطأ يعيش الدولفن في الانهار معتدلة المناخ او الحرة خطأ لانه هو بيعيش في البحور يعيش في البحور الدولفن حيوان من اغرب الحيوانات صح كما جاء في القطعة وفي بداية فعلا الدولفن حيوان من اغرب الحيوانات بعد كده ماذا يستفيد الصيادون من الدولفن هنقول يدربونه على العاب الخفة كما يجعله مما يجعله قادرا على ان يتقلب في الهواء يدربونه على العاب الخفة مما يجعله قادرا على ان يتقلب في الهواء حتى ان بعضهم وجد فيه وسيلة ناجحة للرزق بعد كده القراءة متعددة الموضوعات والقصة اجيب عن سؤال واحد من ميال من موضوع دعنا نتحور اقرأ ثم اجيب قال الجدو البعد عن كلام اللغو والصرصرة وحسن الاصغاء لمن هو اكبر سنا واعلى علما وقاله يتكلم سنام في آن واحد وعدم مقاطعة المتحدث ومحادثة الناس بواجههم بشوش مبتسم هات ميالي مراض في الاصغاء الاستماع جمع آن آونة مضاد البعد القرب ما اداب الحوار كما فهمت من الفقرة السابقة الفقرة دي البعد عن كلام اللغو والصرصرة كل مكتوب في الفقرة وحسن الاصغاء لمن هو اكبر سنا واعلى علما وقاله يتكلم سنام في وقت واحد وعدم مقاطعة المتحدث ومحادثة الناس بواجههم بشوش مبتسم كل دي هي اداب الحوار كيف يبتعد الانسان عن كلام اللغو والصرصرة ازاي يبتعد الانسان عن كلام اللغو والصرصرة هنا هنقول بأن يتحدث فيما يفيد مع من يستمع إليه ولا يكسر الحديث دون داعي بعد كده السؤال من قصة علي المبارك تخير وضع علي المبارك كتابا في إيه؟ الطب ولا الهندسة ولا الجهورية في الهندسة طبعا اهتم علي المبارك بالتلاميذ وضح ذلك إزاي يهتم بيهم حيث كان يشرف بنفسه على مأكلهم وملباسهم وراحتهم وتعليمهم كان يشرف بنفسه على مأكلهم وملباسهم وراحتهم وتعليمهم بعد كده من موضوع الصدقان وكعكة السكر اقرأ ثم اجب ظهرت الدهشة على وجه أحمد وقال وهل ترى أنني لا أستحق جزءا منها؟ ثم اضاف وقال وعلى أي حال شكرا لك يا يوسف هات في جملة تامة مرادة في الدهشة هي مرادة في الدهشة التعجب والحيرة جمع حال أحوال هندخلهم في جملة بقى نقول ظهرت علامات التعجب والحيرة على وجه أحمد بعد كده كلمة أحوال هنقول أحوال البشر تتغير أو متغيرة أحوال البشر تتغير ما الذي أغضب أحمد وما رأيك؟ الذي أغضبه أن يوسف رفض أن يتقاسم معه كعكة السكر يوسف رفض أن يتقاسم معه كعكة السكر رأي بقى أن الصداقة أغلى من ألف كعكة سكر يعني هذا تصرف خاطئ لأن الصداقة أغلى من ألف كعكة سكر كيف عاد أحمد ويوسف صديقين مرة أخرى وعلى ما يدل لذلك اعتذر طبعا يوسف لأحمد وقال له أن صداقتك هي الأغلى والأحلى بيدل ده على أن الصداقة أغلى من كل شيء بعد كده من قصة علم مبارك تخير أنشأ علم مبارك قليت إيه في دول العلوم ولا لندسة لدار العلوم وأنشأ دار العلوم ما مكافأة الخدوة عباست لعلي مبارك بعد وضع قانون التعليم كيف أزاي؟ منحه ردبة الأميرة لاي وعينه نظرا للمدارس المصرية منحه ردبة الأميرة لاي وعينه نظرا للمدارس المصرية بعد كده عندنا سليسة عن النصوص أجب عن السؤال التالي كباري من نص الحرية والمسؤولية اقرأ ثم أجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسهل قام على حدود الله والوقع فيها كمسلا قائم من يستهمه على السفينة فأصاب بعضهم أعلى وبعضهم أسفل ما معنى القائم على حدود الله وما مراد في استهمه؟ القائم المتولى والمشرف وقد يكون الحاكم والمقصود بحدود الله الأوامر والنواه ما مراد في استهمه اقترعه لما يرشد الحديث الشريف من خلال دراستك له بيرشد إلى إيه؟ واحد أن الإسلام كفى للحرية بمفهومها الصحيح لكل فرض في المجتمع اتنين يجب من يعتدي على حرية الآخرين تلاتة الحرية بلا ضوابط تصبح فوضى دول تلات حاجات هناخدهم معايا فيما يرشد إليه الحديث وضح وجه الجمال في قولها أعلى وأسفلها هنقول بينما تضاد يؤكد المعنى ويوضح بعد كده يجب عن سؤال واحد فقط من السؤالان التاليين من نص وطني فظل النخل على الوادي أصغيت لقصة أجدادي بمعانيها هتف الحب ولمواضيها خفق القلب وطني وصباية وأحلام هاتف جمل تامة مراد في هتفه ومضاد خفقه هتفه يعني صاحة بصوت عالي صاحة بصوت عالي ومضاد خفقه سكن وهدخل الأولية مراد في هتف جملة فأقول صاحة أخي بصوت عالي صاحة أخي بصوت عالي وسكن هقول سكن الهواء بعد أن كان شديدا سكن الهواء بعد أن كان شديدا اشرح البيتان السابقين بأسلوبك ونشرح البيتين هنا يقول الشاعر إنه في ظل النخل وفي الوادي استمع إلى قصة أجداديه الفراعينة وهي قصة وهي قصة كلها مجد وفخر ولذا خفق قلبه فرحا بهذا التاريخ المجيد الوطني طيب نكمل وضح الدلالة في عبارة الصغيط لقصة أجدادي الدلالة إيه بقى؟ ده تعبير يدل على ارتباط الشاعر بماضي أمته تعبير يدل على ارتباط الشاعر بماضي أمته بعد كده معي نص في رحاب الإنساني لا يكن للخصام قلبك مأوى إن قلبي للحب أصبح معبد أنا أولى بالحب منك وأحرم منك سان يبلى ومال ينفد هات كلها مما يأتي في جملة مفيدة مراضف أولى مراضف أولى أحقه مضاد الخصام الصلحة والوفاق هدخل الأولى في جملة مراضف أولى المؤمن أحق بالثواب الجزيل المؤمن أحق بالثواب الجزيل طيب هندخل الخصام مضاد الخصام اللي هو الصلحة والوفاق في جملة فهنقول لابد من تحقيق الوفاق داخل المجتمع لابد من تحقيق الوفاق داخل المكتب لمن يوجه الشعر خطابه في البيتان السابقين إلى شخص مغرور دفعه الجاه والصراء إلى التعالي والتكبر على الناس ما الجمال في قوله من كساء يبلى ومال ينفد موطن الجمال يبلى وينفد فعلا مضارعان يفيدان التجدد والاستمرار فعلا مضارعان يفيدان التجدد والاستمرار بعد كده معايا سؤال النحو أنت من أبناء مصر الأوفياء أبوكا زو خلق طيب وهو مثل حميكا يقدر قيمة الكلمة وهما يكرمان الضيف أشكرك على حسن ضيافتك استخرج من الفقرة السابقة معي اسما من الأسماء الخمسة وعريبه أبوكا أبوكا مبتدأ مرفوع وعلى مترفع الواو لأنه اسم الأسماء الخمسة والكيف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه بعد كده استخرج نعت واضبطه بالشكل أو شكله الأوفياء أو الأوفياء وده نعت مجرور نعت مجرور لأن المنعوت مجرور تمام بعد كده لأن المنعوت طبعا مضاف إليه مجرور خبره أنا أبين نوعه من أبناء وده خبر شي في جملة وزوء وده خبر مفرد يعني فيه اتنين لو خدنا من أبناء يبقى شي في جملة وخدنا زوء يبقى خبر مفرد ثلاث معارف أنا عندي طيب وأنت وأبناء مصر والأوفياء يبقى أنا عندي كده ثلاث معارف ونكرة النكرة كلمة طيب اللي هي خلق طيب واستلاس معارفة وأنت ضمير أبناء مصر ده كلمة مضافة إلى معرفة وكلمة الأوفياء فيها أعرب الكلمات التي بين القوسين هنا الكلمات اللي بين القوسين هنا معنا هنا 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 يقدر قيمة يبقى قيمة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة ويكرمان فعل مدارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه اسم الأسماء الخمسة تسد بألف الاسنين حسن ضيافتك ضيافة مضاف إليه مجرور علامة جارب الكسرة والكيف ضمير مبني في محل جارب مضاف إليه بعد كده اجعل الفعل يرحب مجزوما مرة ومنصوبا مرة أخرى في مرة أخرى في جملتان من عندك وبين علامة أعرابه في كل حالة لابد أن يرحب الإنسان مضيفه هنا عندي هنا منصوب ومجزوم يعني جبت قبله أداة نصب وهنا أجيب قبله أداة جزم لم يرحب الرجل بضيفه لم يرحب الرجل بضيفه تمام